اشتركوا في القناة بحثا عن مهربي المخدرات تسجل سلسلة من الاجسام غير المعروفة وفي فترة ما وصل عددها الى 11 على جهاز الاشعاق مادون الحمراء ظهرت الصحون الطائرة اليوفو على شكل نقاط وحاجة من طو لكن من دون شكل محدد او تفاصيل اخذ طاقم الطائرة يبحث بخوف عما يطير بمحاذاته لكنه لم يرى شيئا لا يوجد سوى علامة مادون الحمراء وشيء حار جدا يقول مراقب الملاحة الجوية انهم لا يستطيعون رؤية شيء غير عادي على شاشات رادراتهم وفي النهاية هبطت الطائرة من دون ان يدرك طريق العمل والمراقبون والجيش ما الذي حدث سوف نتفحص هذا اللقاء الذي يعد من الدرجة الاولى والذي حدث من مسافة قريبة سوف ندخل لاحقا في تفاصيل هذا اللقاء القريب الذي يعد لقاء من الدرجة الاولى لكن لنتطرق اولا الى الفئات الاخرى من اللقاءات اللقاءات القريبة من درجة الثانية تشير الى رؤية الصحون الطائرة مصحوبة بدلائل حسية على زيارتها يدعي كثيرون ان ظاهرة دوائر المزروعات تندرج في هذه الفئة شاهد الناس كرات من الطوء فوق حقول القمح ولاحقا اصبحت المزروعات مسواتا باشكال مثيلة واخيرا ارتبطت تشكيلات دائرية غريبة فوق العشب برؤية صحون طائرة في المكسيك ثم هناك طبعا لقاءات الدرجة الثالثة والتي تشمل التواصل الفعلي عن طريق التخاطر مع كائنات فضائية وفي نهاية المطاف هناك لقاءات الدرجة الرابعة المسمات التعرض للاختطاف على يد الغربة عندما استعدت وعيي كنت على طاولة كنت على طاولة منذ البدء تعلقت هوليوود بفكرة المسخذ العين الواحدة الذي يفعل اشياء تؤذينا لكن بالنسبة الى الذين يؤمنون بانهم تعرضوا لما هو حقيقي فالامر مرعب تماما انها قبيحة جدا ومقززة افكر احيانا قائلة لا بد من انه حلم لا يمكن ان يكون ذلك حقيقيا لكنه حصل تعرضت للاختطاف مرة عدة عندما كنت صغيرة تحدث هذه الامور من المهدي الى اللحد هاكذا تجري الامور عندما تدخل الى نظامهم فانت تبقى فيه الى الابد بام هي مريضة الدكتور ديفيد جاكوبس وهو بروفوسير مساعد في جامعة التامبل للتاريخ واحد الباحثين في ظاهرة الاختطاف انه يعمل منذ اكثر من ثلاثين عاما مع من يتعون انفسهم مختطفين باستخدام طريقة التنويم المغناطيسي لمساعدتهم على استرجاع ثكريات دفينة تتعلق بخبرتهم هذا الموضوع هو الفوضى بحد ذاته وكوني اكاديميا فان دراسة امر كهذا يمكن القول انها ليست خطوة مهنية جيدة لكن لا تسنح الفرصة غالبا في حياة المرء للمشاركة في فهم ظاهرة بهذا الحجم من الاهمية يعتقد ديفيد ان هناك على الاقل خمسة مالين امريكي تعرضوا للاختطاف علي يد الغرباء الفضائيين واسمع مئات القصص المتعلقة بالاختطاف ومعظمها متشابهة انا نائمة اشعر ان الغرفة هادئة جدا وانها تسبب القشعرير احيانا لا اعرف كيف اصف ذلك لكن هناك شعورا مختلفا في الغرفة ثم يبدأ الصوت في اذني هكذا ويستمر ثم ارى نورا وارى صورا ويقول بعض الناس انهم يعجزون عن التحرك بما يشبه الشلل ما يحدث تاليا كما يقولون انه يأتي شخص ما او شيء ما اليهم ويجعلهم يرتفعون وغالبا ما يطيرون عبر نافذة مغلطة ثم يصعدون الى مركبة فضائية حيث ينضمون الى مختطفين اخرين منتظرين مصيرهم ما يحدث لاحقا هو امر غامض كليا لكن قبل سماع ما تبقى من قصة فام المخيفة كلمة تحذير الى الذين يعتقدون انهم تعرضوا للاختطاب وذهبوا للبحث عن معالج يمارس التنويم المغناطيسي التصوير الموجهة الى اخره لاستعادة ذكريات دفينة تتعلق باحداث المماثلة احذروا مما تريدون تذكرة الامر خطر جدا فهم يصرخون في حالات عديدة يبكون ويتدحرجون وما يظهر نتيجة جلسات التنويم يجعلهم يشعرون ان الامر حقيقي سوزان كلانسي الطبيبة النفسية والاخصائية في الذاكرة ظلت ست سنوات تدرس ظاهرة مختط في صحون الطائرة وهي تعتقد ان الذكريات المتعلقة بالاختطاف لا تستعاد ابان العلاج بل تخترع اختراعا كل شخص تعرض للاختطاف اكتسب ذكريات التنويم المغناطيسي او ما يسمى التصوير الخيالي الموجه لا اعرف شخصا طور عفويا ذكريات تتعلق بتعرضه للاختطاف على يد الغرباء غالبا ما يبدو المختطفين منطقيين وعقلانيين ومعظمهم يدركون ان قصصهم لا تبدو خيالية لكنهم يجيبون لماذا قد يقرر المرء تذكر احداث المؤلمة سنذهب في رحلة داخل النفس البشرية للاجابة عن هذا السؤال والعثور على بعض الاجوبة العلمية المخيفة كما سنبحث مجددا التصوير الشعاعي المذهل لطائرة القوات الجوية المكسيكية لنرى اذا كان هناك تفسير اكثر اقناعا لكن لنبدأ بالامور الاساسية كيف بدأ الهواس بالصحون الطائرة ربما وليس هناك ما يفاجئنا في ان نعرف ان قصة رؤية الصحون الطائرة بلغت ذروتها في السنوات الاولى من الحرب الباردة حيث كان الناس يلون اعناقهم باتجاه السماء خوفا من طائرات التجسس او الصواريخ عابرة القهرات والحدث الذي اطلق الجنون المتعلقة بالصحون الطائرة جرى في حزيران عام 1947 كان كينث ارنولد يطير بطائرته الخاصة فوق جبال كاسكيد في ولاية واشنطن عندما رأى من بعيد شيئا يلمع باللونين الازرق والابيض نظر مليا ورأى على ما يبدو اجساما غير معروفة تتميل بين قمم الجبال بسرعة عالية وتطير بمرونة مثهلة روى ارنولد قصته لاحد الصحف المحلية وهكذا ولد جنون الصحون الطائرة وفي وقت لاحق من تلك السنة وقع حادث اخر يتعلق بالصحون الطائرة وهو الحدث الذي يرفض ان يموت والذي يذكره المؤمنون بالخوارق بكل وقار فيما يذكره المشاككون بكل ازعاج وهو اسم روزويل وجدت بقايا غريبة في مزرعة خارج روزويل نيو ميسيكو قرب احد المطارات العسكرية الامريكية في اليوم التالي هرعت صحيفة الى مكان الحدث واعلنت صبقا صحفيا مفاده ان الجيش اسقط مركبة فضائية غريبة سرعان ما اعلن الجيش ان البقايا تعود الى منطاد خاص بدراسة الاحوال الجوية لكن الضرر كان قد وقع كان من غير المجد تغطية امر ما هذا المنطاد الخاص بالاحوال الجوية لم يكن سوى منطاد اختباري للتجسس وكانت ولادة حقبة جديدة بعد روزويل وردت الان تقارير تشير الى رؤية الصحون الطائرة والى نظريات تتعلق بمؤامرات تحاك هنا وهناك وهناك صور وافلام فيديو وهي كثيرة وكثيرة جدا بعضها ليس مقنعا كبعضها الاخر في ملاف رؤية الصحون الطائرة قليلة هي الحوادث التي يمكن مقارنتها باليوم الذي اظلمت فيه مدينة ميكسيكو في وضح النهار والذين التقطوا وسجلوا شيئا كانوا كثيرين الحادي عشر من تموز عام واحد وتسعين كسوف تام للشمس بدأت تظلم الاجواء فوق مدينة ميكسيكو مئات الناس وجهوا كاميرات الفيديو صعودا لالتقاط الحدث موسيقى بالنسبة الى الباحث في الصحون الطائرة جيرمو ارجين فقد كان مشهدا لافتا صعدت سطح منزلي لتصوير الحدث عندما رأيت نورا يلمع في السماء ركزت آلة التصوير عليه فهمت انني صورت صحنا طائرا يتأرجح لا كوكبا او نجما لم يكن ارجين الوحيد الذي سجل ما سجله سيرجيو فوانتس كان يحتفل بكسوف الشمس مع عائلته عندما استدار نحو السماء اصرت زوجتي واولادي على ان لا انظر الى الشمس مباشرة من دون وضع حماية لعيني سمعت كلامهم وحاولت تصوير كل ما حدث اكملت التصوير موجها الكاميرا نحو الشمس ولاحقا عندما تحقق فوانتس من الشريط فوجئ عندما اكتشف انه صور صحنا طائرا وعلى مدى الايام التالية تدفقت التقارير المتعلقة برؤية الصحون الطائرة مسببة حما لدى وسائل الاعلام صحفي التحقيقات المعروف هايمي موسعان استضاف برنامجا ماراتونيا دام عشر ساعات حول الصحون الطائرة شمل نقاشات تتعلق بمشاهدة هذه الصحون سأل المشاهدين ليعودوا ويشاهدوا ما سجلته كاميرات الفيديو التي كانت بحوزتهم عندما قدمت هذا على التلفاز كثيرون اتصلوا ليقولوا لقد شاهدناه ينكرك ان ترى بوضوح جسما يلمع ويبدو معدنيا مع ظل اسود تحته وهذا الجسم بشكل طبق فضي لا اظن انها كانت نجبا او ان هناك مشكلة او خللا ما في الكاميرا شريط الفيديو هو الاثبات على صحة ذلك ومنذ ذلك النهار تغيرت حياتي كليا لانه منذ تلك اللحظة اراد الناس ان اقول المزيد حول كل ما يتعلق بالصحون الطائرة ليعتقد البعض ان هذا الدليل لا يثبت شيئا الكاتب والمشكك ماريو منديزا كوستا جادل موسان في رؤية كسوف عام 91 وهو يعتقد ان الهوس الوطني بشأن الصحون الطائرة يتعلق بموسان نفسه اكثر مما يتعلق بزيارات من الفضاء الخارجي تصور فقط ان يصبح المقدم التليفزيوني مؤمنا طوال الوقت بوجود الصحون الطائرة اعتقد ان العبثية المطلقة لهذه الامور هي التي تجذبنا الى هذه المواضيع الغريبة وتشدنا اليها اليس كذلك ان كانت تجذبنا ام لا فبعد مرور 13 عاما على الكسوف ما زال موسان يدير برنامجه الاسبوعي وما زال مشاهدوه المفترضون يرسلون اليه اشريطة فيديو تتعلق برؤية الصحون الطائرة الشاب المكسيكي يعشق هذه الظاهرة وقد استطاعوا انتاج ادلة اكثر مما انتجه اي بلد اخر في العالم وهذا الامر صحيح اصبحت مكسيكو اليوم مع كل البحوث المتعلقة بالصحون الطائرة والمكان رقم واحد لمراقبة الاجسام الغريبة في الجو مجموعة من هوات عشاق الصحون الطائرة يسرون ليلة في العراء ويحاولون الاتصال بالاضواء في السماء يتأملون ويوجهون الاضواء الى الجو اذا كانت حقيقة الصحون الطائرة موجودة في المكسيك فهي حتما اقرب من النجوم في ستوك هولم مثلا المصور الفلكي توم كالين هو منتج استعراض بلانتاريوم في المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي عدد كبير من الناس لا يفقهون شيئا حول سماء الدين وهم لا يعرفون حتى المجموعات الرئيسة لذا عندما يخرجون ويرون شيئا غير عادي لا يفهمونه فمن السهل السباق النتائج والقول مهلا هذا الجسم الغريب في الفضاء هو كائن ذكي او احد الفضائيين يقود مركبة ما في السماء من دون التوقف والتساؤل انه قد يكون شهابا او قمرا صناعيا يعتقد كالين ان الذين شاهدوا الصحون الطائرة في مكسيكو قد رأوا شيئا غريبا فعلا شيئا خارجا عن المألوف لكن ليس من الضروري ان يكون خاضعا لسيطرة الغربة موسيقى في شريط الفيديو المتعلق بمدينة مكسيكو نرى السماء مظلمة في اثناء عملية كسوف الشمس نرى بعض الغيوم هنا وهناك ثم نركز الكاميرا على هذا الجسم بواسطة استخدام برنامج حاسوب متوافر في الاسواق يمكنه التقاط اي نقطة في السماء في اي وقت من الاوقات انتلاقا من اي نقطة على الارض سيقوم الطعم باعادة تكوين ما حصل فوق سماء مكسيكو في ذلك اليوم المشؤوم هذه هي الشمس التي ستنكسف خلال القمر اذا ما سافعله هو انني ساسرع البرنامج نحو ثلاثين مرة السرع العادية لكي تستطيع رؤية ما حدث خلال ظاهرة الكسوف فيما يقوم الحاسوب بتمثيل مرور القمر امام الشمس تظلم السماء ويلمع عدد من الاجسام في مكان ظهور الصحن الطائر بالطب يظهر جسم بها يلمع بقوة هنا نرى بوضوح كوكب الزهرة وانا متأكد تماما ان هذا الكوكب هو ما صورته كاميرات الفيديو صوق مدينة مكسيكو الزهرة هو الكوكب الثاني في المجموعة الشمسية والجسم الاكثر بريقا في الجو بعد الشمس والقمر لكن لماذا يشبه كوكب الزهرة مركبة فضائية الى هذا الحد يعتقد دوم ان الكاميرا نفسها وفي محاولة للتركيز على جسم براق لكن بعيد فهي تعطي تأثيرا ثلاثي الابعاد هذا هو كوكب الزهرة في السماء تبدو كأنها صورة الكوكب عن قرب لدينا هنا صورة يبدو فيها الكوكب اكثر وضوحا وهذه مجددا صورة بطيئة ويمكننا ان نرى بعض التاثيرات الناتجة من تحرك الكاميرا هذا الخط الداكن الذي نراه ليس ظلا لاي شيء لكن ما نراه هو دليل يعود الى الكاميرا يمكن كل يوم جعل اي كوكب كوني يبدو جسما غامضا لكن ليس بهذه السرعة لا يمكن للاجسام الكونية اليومية ان تكون مسؤولة عن كل التقارير المتعلقة برؤية الصحون الطائرة في مكسيكو خذوا مثلا هذا الجسم المميز الذي شهد يتحرك قرب بركان ناشط يسمى بوبوكاتوبلو من الواضح انه ليس نجما ولا كوكبا وهو لا يتصرف كطائرة عادية انتقط هذا الجسم على كاميرا الفيديو الخاصة بالمهندس ماريو راميريز الذي يعيش في ظلال البركان وكالكثيرين هنا فهو يؤمن ان النشاطات البركانية تيذب الصحون الطائرة الى مكسيكو وهو يدعي انه شاهد اسطولا من المركبات الفضائية تدخل الفوهة عام 1988 شاهدت سفينة كبيرة يبلغ قطرها 300 متر كانت تحتوي على كثير من الاضواء والنوافذ وكانت تدور على نفسها وتتقدم باتجاه البركان شاهدتهم يدخلون الفوهة بمجموعات مؤلفة من 30 مركبة ثم يطيرون باتجاه الفضاء بسرعة هائلة انهم يعيشون في قلب البركان عودة الى عام 2000 كان راميريز يدرس تكوين الصخور قرب البركان الذي اعتقد انه يحتوي على ذاكرة فلكية عندما لفت انتباهه شيء ما كنت هنا عند هذه الصخرة اراقب بوبو ثبت الى التصوير وعندما رأيت وميضا تساءلت لماذا ارى وميضا مصدره الجبل ما سجله راميريز بدأ بالواقع جسما يحوم فوق جبل بعيد وعندما نظرت الى الاعلى رأيت صحنا طائرا في الغيوم اعتقدت انهم يحاولون الاتصال بي بقي معلقا في الجو نحو دقيقتين قبل ان يختفي خلف قمة الجبل ما رأي استاذنا المحترف توم كالين بهذا الجسم المميز ان شريط فيديو البركان الذي يبدو لي صورة مكبرة من المحتمل جدا ان يكون طائرا كبيرا واذا نظرت اليه يبدو كأنه يصفق او انه انتباد لشيء مصفق بالطبع اليست كل الاشياء الطائرة غير المحددة يوفو هي حالات خطأ في التحديد بعضها يبدو بشكل يدعو الى الشك وكأنها تأثيرات خاصة قديمة ورخيصة او كأنها مجرد صفيحة تناكين رميت في الجو وتكثين الادلة المتعلقة باشريطة الفيديو ما رأيكم في اللقاءات القريبة من الفئة الثانية اي الحالات التي تترك فيها الصحون الطائرة ادلة مادية خلفها سوف نبحث في اثار خلفها صحن طائر مفترض ونسأل ما الذي يمكنه ان يفعل هذا في ايلول عام 2004 ظهرت سلسلة من الحلقات على بقعة ارض صغيرة معزولة في جواد لخارة ارسل مالك الارض في طلب احد المهندسين والباحثين في الصحون الطائرة دانيال دومينجيز وفريقه للتحقيق في الامر انظروا بضعيال يراقبون الحقل وبالفعل فقد ظهر ضوء كروي لقد مر فوقنا تماما وصعد النور المركز باتجاه السماء ثم انخفض الضوء واكمل مساره يتعى دومينجيز ان الضوء تسبب بتغييرات في العشبة لا يمكن اي بشري ان يقوم بها على مدى اربعة اسابيع كانوا يمسحون الدوائر ويقيصون نمو العشبة كما اخذ عينات من التربة للتأكد من وجوده شعاعات والتي يعتقد دومينجيز انها هي سبب في احداث الدوائر حصلنا على هذه العينة في السابع عشر من ايلول سبتمبر كما ظرف ان العشبة اكثر اخضرارا والورق ازدادت عرضا من مكان واحد وهذا يدل على انها تعرضت للاشعاعات من خلال الدليل الذي حصلنا عليه فانا اميل الى الاعتقاد ان هذه الدوائر هي نتيجة الطاقة الضوئية التي انتجها هذا الجسم الغريب الات من مكان ابعد من النجوم لكن الدكتورة لاورا جوزمان تعتقد ان الجواب قد يكون على الارض لا في الفضاء انها علمة فطريات في جميع سيدة الفطر المكسيكية كما يقال لكن ما علاقة الفطريات بالصحون الطائرة هذه قطعة كبيرة من النسيج الفطري الذي قد ينمو حول قطعة من الخشب او الجذور وجدناها نسيج فطري فيما يعنينا لان الفطر ينمو خارج النقطة المركزة للدوائر ويسمى غالبا الحلقات الكاملة بعض الفطريات تكون حلقات من العشب الميت لكن فطريات اخرى تغذي العشب وتزيد اخدراره داخل دائرة اكثر من المنطقة المحيطة خصوصا اذا تغذت على اجسام عضوية عفنة كجذور الاشجار اليابسة موسيقى هذه القطعة الخشبية تزيد من نمو الفطريات لهذا نجد عددا من الدوائر تنمو والسبب وجود عدد من الخشب اليابس تحت التربة في رأي العلمي انا اعتقد بان هذه الفطريات هي التي تكون الدوائر ولا وجود لاي تفسير اخر لكن هناك الاف الانواع من الفطريات في التربة خمسون منها فقط تسبب الدوائر لتأكد من ان هذا النوع او ذاك من الفطريات مسؤول عن تكون الدوائر اخذت الدكتورة جوزمان العين الى مختبرها ووضعتها تحت المجهر نظرت الى دليل فاضح وهو نشوء مكون من خلايا فطرية فردية وتأكدت شكوكها الدوائر الرائع التي رأيناها اليوم تكونت بفعل الفطريات ما رأيكم في دومينجز الذي يدعي ان هذه الدوائر تسببت بها اشعاعات الصحون الطائرة تملك الطبيبة جوزمان العينة وقد اختبرتها فاتشفت عدم وجود نسبة عالية من الاشعاعات تبين ان لقاءات الدرجة الثانية لم تكن سوى لقاءات قريبة من النوع الفطري موسيقى المكسيكو هي نفسها فيما يتعلق بلقاءات الفئة الاولى والثانية والثالثة مع ان الفئة الثالثة اي اللقاء الحالية مع الغربة يحصل دائما على مستوى التخاطر الفكري والاستخدام المكثف للاضواء المومضة ما يجعل التحقق من اللقاء امرا مستصعبا ما يدعو الى الفضول هو ان لا احد في المكسيك ادعى انه خطف على يد الغربة موسيقى وهذا يتناقض وما يورده الجيران الشماليون اي الولايات المتحدة بحسب بعض الاحصاء فان الملايين من الامريكيين قد تم خطفهم الى داخل صحون الطائرة حيث تم اخذ عينات منهم او تلقيحهم لكن ما هذا الفرق بين شمال ريو جراند وجنوبها هذا النوع من الامور يعود الى ايمان مرتبط بالثقافة اعني بكل بساطة اذا كان الغرباء يخطفون البشر فهم لا يخطفون الامريكيين فقط ولكن المكسيكيين والبرازيليين والبرتغاليين قد اصبحوا اسعد مخلوقة في العالم اذا قال لي احدهم ان هذه الامور لا تحدث انه نوع من الامور التي لا اعرفها وساكون سعيدة لكن للاسف انا مرتبطة بها منذ فترة طويلة لكن قبل دخول عالم الغرباء المخيف وعمليات الخطف دعونا نعود الى الحدث الغريب الذي سجل الاشعة مدون الحمراء على متن طائرة العسكرية المكسيكية اكتشفت نحو عشرة اجسام غير معروفة لم يستطع الجيش ان يجد لها تفسيرا هل يكون هذا الدليل القاطع على وجود زيارات من الفضاء موسيقى من بعد ظهر ذاك اليوم المشؤوم من شهر اذار عام الفين واربعة حاول طريق العمل تحديد احدى الطائرات العسكرية التي كانت تطير بمحاداته موسيقى لم تكن مرئية في الراذار ولا بالعين المجردة لكنها كانت مرئية على شاشة الاشعة مدون الحمراء وحسب اضطق الجيش المكسيكي المعلومات المتعلقة بهذا اللقاء الجوي مع الاجسام غير المعروفة وخلق بلبلة في وسائل الاعلام الكابتن اليخاندرو فرانز من مجموعة اسيون الباحثة في علم الصحون الطائرة قرر التحقيق في الامر فرانز هو نوع من المؤمنين المشككين مع انه يعتقد باحتمال قيام الصحون الطائرة بزيارة الارض فهو يشعر ان على المحققين حذف كل التفسيرات البديلة قبل التوصل الى النتيجة انا احقق في هذه الامور لان 90% منها لا يتعلق بالصحون الطائرة اما انها من صنع الانسان واما انها نجوم او اجسام اخرى لا يمكن تحديدها لكونه طيارا فان الكابتن فرانز يريد اعادة تجسيد خطر طيران الطائرة العسكرية ثم عند النقطة حيث التقط طاقم الصحون الطائرة حول مسار الطائرة نحو الجهة التي شهدت فيها هذه الصحون لانه يعتقد ان هذه الاجسام ما زالت موجودة اطلعت الطائرة من فيا هرموزا وارتفعت نحو 11000 قدم متجهة شرقا نحن على الارتفاع الذي كانت عليه الطائرة ويجب التوجه الى اول نقطة في المسار نحو الشرق متتبعين المسار حتى درجة الطول 89 للمحافظة على المسار الذي اعتمدته الطائرة العسكرية وصلت الطائرة الى اول نقطة تم فيها لقاء الصحون الطائرة طلب فرانس من الطيار الاتجاه نحو الشمال الغربي وهو الاتجاه التي كانت الكاميرا ما دون الحمراء تصوب اليه شاهد اضواء مماثلة ويعتقد انه يعرف بالضبط خلف ماذا كانت تسعى طائرة الحربية كنت اطير واجتاز خليج ميكسيكو مئات المرات هذه الاضواء في خليج ميكسيكو يمكن رؤيتها طوال السنة خلال الليل اي طيار يستطيع رؤية هذه الاضواء عندما تكون الرؤية جيدة يمكنك رؤيتها من على مسافة 140 او 150 ميلا موسيقى على مسافة 60 ميلا من الشاطئ ونحو 100 ميلا من اخر نطة اتصال ضبط فرانس ما كان يبحث عنه وهو مجمع ابار النفط البحري المعروف باسم كانت هاريل موسيقى حتى على مسافة 15 الف قدم تبدو هذه المنشآت ضخمة جدا موسيقى منصات تنقيب يصل ارتفاعها الى 40 طبقة سكانية اللذيب الذي قد يصل الى مئات الامتار سببه النفط الاضافي الذي يحترق للتخفيف من الضغط على الابار اشعر بالسعادة لانني اثبت صحة نظريتي ان الحل جزء من تحقيقي وهذا الامر يعطيني الدعم للاستمرار في التحقيق يؤكد فرانس ان هذا الامر هو مصدر ادعاءات مشاهدات الصحون الطائرة لكن هل يمكن هذه النار ان تظهر على نظام مراقبة اشعة مدون الحمراء على طائرة عسكرية على مسافة مئة ميل ولماذا تبدو كأنها تطير يبدو جيم سافرين الشخص المناسب للاجابة عن السؤال فهو يعلم استخدام تقنية الاشعة مدون الحمراء وقد تفحص بنفسه منصات مصاف النفط في البدء في البدء لم يتأكد لنا ان هذه الاشياء تطير يمكن للبعض ان يشعر بان هذه الاجسام تتحرك في الواقع انه وهم بصري ينتج من تحرك الغيوم بالتناغم مع هذه الاجسام انما تراه يشبه مصدرا حراريا وفي هذه الحال وبما اننا فوق المحيط فانما نراه هو انعكاس الحرارة على سطح المحيط قد يكون اللهيب وبعض الدخان او قد يكون اللهيب وحده اودت التصديق بوجود سخون طائرة لكنني لا ارى ادلة تشير الى ذلك انه امر يناقض الادلة السريرية الباردة المتعلقة بالصحن التي تقطت على كاميرات فيديو او اجهزة الاشاعات ما دون الحمراء لكن الامر مختلف تماما عندما يتعلق بالتعاطي مع شهادة دامغة حول التواصل مع الهرباء بخاصة اذا كان التواصل عنيفا جدا وذا ملابسات مرعبة ماذا سيحل بالناس الذين يملكون ذكريات حية حول اختطافهم وتعرضهم لاجراءات جنسية وطبية غريبة اذا كان سيناريو الاختطاف حقيقيا والمحامون يدعون ان ملايين الناس لديهم دلائل على ذلك فهذا يعني ان هناك شيئا مخيفا مصلطا علينا وهو ابعد بكثير من ان يكون بشريا لكن هل هو حقيقي على مدى الخمسين سنة الاخيرة اتى الاف الناس للتبليغ عن تعرضهم للخطف على يد الغرباء لكن مناصر نظرية الخطف ديفيد جاكوبس يعتقد ان هذه ذروة جبل الجليد المستندة الى دراسة ساعد في القيام بها عام 92 اذا سألت الناس هل تعرضتم للاختطاف مليون شخص يجيبونك بنعم لكن الناس بمعظمهم لا يدركون انهم تعرضوا للاختطاف لانهم ينسون تلك الظاهرة حالما يعودون الى حياتهم العادية وعلى ما يدو فان غير الارضيين يحاولون اقفل ذاكرة الناس بشأن الاختطاف لكن العملية لا تنجح كليا يمكن التنويم المغناطيسي يقول جاكوبس ان يفرج عن هذه الذكريات المقفل عليها بعض الناس يتذكرون جزءا من عملية الاختطاف ويتذكرون مراحل عنها ومنهم من يتذكرون العملية كلها التنويم المغناطيسي ولأسباب لا نفهمها قادر على فتح الابواب وجعل الناس يتذكرون فجأة ذكريات بعيدة جدا وللمرة الاولى اذا فان الطريقة الوحيدة للتذكر هي بالوصول الى حالة نفسية من التركيز والاسرخاء وهم يتذكرون امورا متشابهة وخبرة بام خبرة نمطية تستيقظ وتجد نفسها في الفراش لكنها عاجزة عن الحركة بعض الكائنات الرمادية تقودها الى المركبة الفضائية التي تنتظرها هناك تنضم الى اخرين في نقطة الانتظار غالبا ما انظر من حولي واعتقد ان الاخرين الجالسين هناك يبدون وكأنهم فرغوا من ذلك ودكتور جايكوبسن سيقول لي انهم هم ايضا ينظرون الي معتقدين انني ايضا فرغت من الامر هناك دروس احيانا هناك احيانا معينات جسدية واسوأ من ذلك الكائنات الرمادية الصغيرة هي عماصر المرافقة وهي صغيرة الحجم وتملك عيونا كبيرة واجساما نحيلة جدا ثم هناك كائنات اكثر طولا تشبههم لكنها اكثر ذكاء وتمتد عملية التحديق فترة طويلة وكل ما تراه هو هذه العيون الضخمة تشعر بانك ضائع بينها احيانا يتعلق الامر بمجرد معلومات احيانا يتعرضون لك جسديا واحيانا في اثناء قيامهم بذلك يضع احدهم الى تنفي انفك او اذنك واحيانا يكون الامر مؤلما ويكونون مزعجين واحيانا تصبح الامور سيئة جدا تأخذ من الرجال حيواناتهم المنوية احيانا ومن النساء البويضة وتزرع في داخلهن اجنة او تنزع منهن اعتقد بحصول هذا الامر وهو لا يزال يحدث انهم يأخذون جنينا هو منا ومنهم ويضعونه في داخلنا نحمله عشارة اسابيع ثم يأخذونه مجددا ثم ماذا يفعلون به لاحظت ان لديهم قناني وهذه القناني ضخمة كما لديهم قناني صغيرة معلقة بام ليست وحدها يملك الاليون ذكريات متشابهة فهم يستيقظون ويجدون ضوءا يتوقف داخل غرف نومهم شعور بالشلل والرعب شعور بالانتفاع والانتقال الى غرفة معينة داخل مركبة فضائية مع كائنات رمادية ومعينة من قبل كائنات طويلة القامة كيف يمكن هذا العدد الكبير من الناس الذين لا يعرف بعضهم بعضا ان يروى قصصا ملاب التفاصيل المتشابهة اعتقد ان هناك فكرة شائعة حول الامور المتعلقة بالتعرض للاختطاف على يد الغرباء مصدرها الافلام والبرامج الكرتونية والتقارير المكتوبة ومع ان الناس يعطون تقارير متشابهة فان فكرة وجود خبرة حقيقية مشتركة هو امر غير صحيح ثم هناك طريقة الحصول على الذكريات من خلال التنويم المغناطيسي لفترة طويلة ساد الاعتقاد بان التنويم المغناطيسي هو نافذة سحرية للدخول الى ذاكرة الناس لكن تبين في الاونات الاخيرة ان تأثير تنويم المغناطيسي يتجاوز استرجاع الذكريات الى درجة ابتكار ذكريات اخرى في حالة التنويم المغناطيسي يميل الناس الى ارخاء الشخص الذي قد وضعهم في هذه الحالة وهذا الامر يعرفه كل شخص مر بهذه التجربة هل تعرف الاي ام انظري الان هذه السيدة هنا تملك عصفور الكناري الذي يخصك قد ترغب في ذهاب اليها الاسترجاع اذهب واسألها كي تعيد لك عصفورك فورا هل يمكن الاسترجاع عصفوري ارجوكي قد يكون الامر جميلا اذا ما جرى لمجرد التسليا لكنه قد يكون مؤذيا في اثناء محاولة العلاج الطبيب سوزان كلانسي امضت ست سنوات تعمل مع اشخاص استعادوا الذكريات تتعلق بتعرضهم للخطف بالصحون الطائرة بواسطة التنويم المغناطيسي وهي تؤكد ان هذه الذكريات لم تستعد ولكنها ابتكرت في اثناء العلاج اظهرت الدراسات الحديثة ان الناس تحت التنويم المغناطيسي قد ينتجون اي ذكريات يطلبها منهم الطبيب ليضع كل منكم مرهم الوقاية من الشمس الان احرسوا على دهن اليدين والوجه وغطوا وجوهكم ايضا في واقع الامر انك تخضع لاشياء تحبطك او للشخص الذي يقوم بتنويمك لعلكم تريدون ضم الاذرع او تريدون التقوقع انتم تشعرون بالبرد الشديد ويزداد شعوركم بالبرد الامر صعب جدا لانكم قد تطورون ذكريات تبدو حقيقية ولا انتم ولا المعالج قادرون على التنييز ما اذا كانت الذكريات تمت الى الواقع بصلة ام لا يدعي جايكوبس انه لم يستدرج اي مريض لاستعادة ذكريات تتعلق بتعرضه للاختطاف من الواضح انني معالج بالتنويم وانا اعي كل هذه المشكلات وكل الذين يأتونني يدركونهم ايضا هذه المشكلات وهم لا يريدون ان استدرجهم ولا يريدون التقاط امور تنتمي الى الثقافة الشعبية حالما تملك السيطرة وتفهم الصعوبات المحيطة بالتنويم المغناطسي وتفهم الالية التي تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار تبدأ بسماع تلك القصص المذهلة التي يبدأون بصدقها في الحقيقة هم يصدقون ذلك حتى انهم قد يذهبون للبحث عن شخص يمكنه ان يساعدهم على تأكيد مك هذا الامر هذا يكفي هناك لكن لماذا يريد الناس التصديق بانهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب على يد مخلوقات غير ارضية لسبب واحد هو انهم صدقوا لائحة الروايات الشعبية المترافقة مع عمليات الاختطاف كهذه مثلا عدم الشعور بالوقت كوابيس حول الصحون الطائرة اضطرابات في النوم احاسيس جسدية غير عادية علامات غامضة على الجسم شعور بانهم يخضعون للمراقبة كم هو عدد الذين على الكرة الارضية يمكنهم الاجابة بنعم على هذه المجموعة من الروايات موسيقى لكن هل من الممكن ان يكون هناك سبب اخر سبب طبيعي يساهم في ظاهرة التعرض للاختطاف دليل جديد مميز يخرج الى النور من قلب البحوث المتعلقة بالنوم حاولت الخلود الى النوم في سريري لبعض الوقت فجأة شعرت بجسدي وكانه اصبح لوحا خشبيا مع انني ما زلت في وعي لكنني كنت عاجزا عن تحريك جسدي شعرت بوجود من حولي كما شعرت بوجود شيء عند قدمي شاهدت رؤية تشبه امرأة مسمنة شاحبة وقفة في الهواء تحضق الي هل تبدو الرؤية شبيهة بالمراحل الاولى لعملية اختطاف يقوم بها الغربة؟ نعم ولسبب وجيه هذا ما يقوله الباحث في علم النوم الياباني الدكتور كازوهيكو فوكودا احب الصحون الطائرة واحب الخيال العلمي لكن اشك كثيرا في وجود اشياء كهذه الناس الذين اختبروا الاختطاف المرغوم يملكون الخبرة نفسها كانوا يستيقظون في منتصف الليل ثم يلاحظون ان جسدهم غير قادر على الحركة يشعرون بوجود احد ما في الغرفة وهذا الشخص غير ارضي هذه الخبرات الاساسية يمكن تفسيرها بشلل النوم منذ سنوات يقوم الدكتور فوكودا وهو طبيب في علم الناس الجسدي في جامعة فوكوشيما اليابان بدراسة ما يعرف بشلل النوم انه معروف هنا باسم كاناشيباري او المقيد بالحديد نسبة الى شعور رهيب بعدم القدرة على التحرك الناتجة من شلل النوم يحصل شلل النوم عند حركة النوم السريعة للعين رام لاننا نحلم خلال نوم رام فان الدفاع يفصل مؤقتا قدرتنا على الحركة فنكون عاجزين عن تفعيل احلامنا وقد نؤذي انفسنا انها الية معقدة لكن اذا فشلت في اعادة التواصل حالما يبدأ المرء بالاستيقاظ من نومه فسوف يستيقظ مع شعور بالشلل في مختبر للنوم في الجامعة حاول دكتور فوكودا اعادة خلق شلل النوم قام بوضع اقطاب كهربائية في رؤوس بعض الناس لمراقبة موجات نشاط الدماغ في اثناء نومهم هناك فرق ملحوظ بين موجات الدماغ في اثناء حال الحلم لنوم رام العديد وحال كان شباري لنوم رام ما اكتشفنا هو ان حال كان شباري لنوم رام شبيهة جدا بالحال التي يكون فيها الناس وعين لذا عندما يختبر شخص ما شلل النوم فهو يشعر وكأنه مستيقظ بعد وصول الاشخاص الى مرحلة رام الصحيحة اي بين الحلم واليقظة يقطع الدكتور فقود عليهم نومهم ثم يطرح اسئلة حول ما يشعرون في تلك اللحظة كثيرون يقولون انهم كانوا يحلمون وبعضهم يتبر اشياء مرتبطة في شلل النوم لم استطع تحريكا يدي شعرت وكأنني مشلولة بعض الناس يمرون بهالوسط يشعرون مثلا بثقل ما على صدرهم او معدتهم وعندما يفتحون عيونهم يرون شيئا ما يجلس عليهم او عند اقدامهم بعضهم يسمعون اسواد غريبة ويشعرون وكأن اجسادهم تطفل وجدت الدكتور كلانسي ان نتائج فقود صحيحة في السنوات الست من دراستها ظاهرة المخطوفين فان كل شخص طور ايمانه بهذه الظاهرة بعد وصف جلسة تكونت من شلل النوم من نوع كان شباري انت تستيقظ في منتصف الليل ولديك شعور بانك غير قادر على الحركة تشعر بالشلل لكنك مع ذلك قادر على رؤية وسماع كل شيء من حولك اذا هناك انتقال للحلم خلال انتقال المرء من حالة النوم الى اليقظة وتشعر ايضا ان الصور التي تحلم بها موجودة في غرفتك حتى وكما يقول الدكتور فقودا والدكتور كلانسي فان التفسيرات المعطات لشلل النوم تعكس الحضارة التي تحصل فيها ان الكان شباري مقبول وشائع في اليابان في عام 1700 كان البريطانيون خائفين من كابوس شيطاني يهاجم النساء في اثناء نومهن ويثبت حركتهم في نيوفاوندلاند فان هذه الحال تسمى الساحر العجوز والتي تأخذ شكل عجوز ساحرة مخيفة تيثم على صدر النائم في الصين فهي معروفة منذ قرون وتسمى عذاب الاشباح في زانزبار تسمى فوكوباوا القزم الاعصاري الطائر في امريكا الحالية تشيع ثقافة صحون الطائرة وربما من الطبيعي ان يفسر شلل النوم بالتعرض للخطف على يد الغربة لكن يبقى السؤال ماذا يجن المرء من تصديق شيء مرعب كالتعرض للاختطاف والتعذيب على يد الغربة ما لا يحكى عنه هو وجود فوائد ايجابية جمه هناك شيء اكبر منا شيء متفوق علينا تقنيا هذا يعطي الناس انطباعا جديدا حول حياتهم والهدف من حياتهم والعالم الذي نعيش فيه هذه فائدة كبيرة ولا اعتقد ان باحثي نظرية الاختطاف قد تطرق اليها سابقا اعتقد انهم صموا اذانهم عن الفوائد الايجابية التي تنتج من هذه الامور لقاءات قريبة من كل الفئات تبدو كأنها تزيد من وطيرة ازعاجنا مع مرور الزمن لكن هل هذا يعني انها حقيقة؟ اذا اراد الغرباء ان يلفت انتباهنا فلم لا تهبط مركباتهم في حديقة البيت الابير او الفاتيكون واذا كانوا يريدون ان لا نراهم افلا يملكون التقنية للاختباء هل تكون ظاهرة اغفالهم لعقولهم اكثر تطورا من تقنيات التنويم المغناطيسي البدائية التي نملكها؟ ثم كيف يمكن هذا العرد من الناس ان يكونوا على الخطأ؟ هناك هدف في هذا البرنامج وما يقولون انه انخراط في المجتمع ليس بالضرور على يد الكائنات الغريبة الرمادية لكن عن طريق كائنات تشبه البشر تماما ماذا لو كانت هذه الكائنات حقيقية؟ ماذا لو كانت كل افلام الفيديو تهدف الى ابلاغنا بان كوكبنا مراقب هرأيتم؟ حاولوا ان تكونوا منفتحين ان النقص الهائل في الادلة يقول لي ان معظم ما يصدقه الناس حول السقون الطائرة وعمليات الاختطاع هو امر يعود الى الثقافة والانحال النفسية انه ليس هناك لكنه هنا انه دوركم لتقرروا لكن لا تنسوا ان هذه الخدعة الصغيرة التي فرضها تاريخ الحضارة علينا بسيطة جدا عندما تكون التفسيرات الارضية كافية لماذا اللجوء الى ما هو غير ارضي؟ السلام عليكم معكم الضرغام الخطاوي من العراق برداد اليوم سوف يبدأ معكم سلسلة لشرح آلية عمل الربوت الذي صنعته بالتفصيل كيفية صنعت أجزائه وآلية عملها لغير مفادة الباحثين في مجال الروبوتيفس في عالمنا العربي والاسلامي ارجو ان تنعنا هذه السلسلة رضاكم وحب اشكر كافة التعليقات المشجعة التعميم لي معنويا وارجو ان يكون هذا المحتوى عند حصن ظنكم الى ارجو المتعبات الربوت كما تشاهدونه طوله 130 سنتيم او ارتفاعه 130 سنتيم وعده 60 في 55 سنتيم يتكون من ذراع واحدة طول الذراع 75 سنتيم وفيه سبعة درجات من الحرية وفي علم الروبوتكس سبعة درجات معناتها سبعة مفاصل استطيع الذراع الروبوتي ان يتحرك بها في محاور X و Y و Z سنبدأ بشرح قاعدة الروبوت او الجهاز التي فيها متحكمات المنطقية التي استخدمتها عبارة عن عدد ستة اردوينوات لكل مفصل او محرك اردوينو واحد الاردوينو هو متحكم منطقي قابل للبرمجة ولغته البرمجية سهلة التعلم وهو عبارة عن اوبن سورس اي من البرامج بفتوهات المصدر متاحة للاستخدام مثل ما قلنا كل مفصل يتحكم بمحرك من محركات الذراع السلام عليكم من جديد الآن سوف اكمل شرح تركيب ذراع الروبوت والمفاصل التي تكون منها طبعا في الفيديو السابق بعد اكمالي شرح مبصل الساعد او Z100 الآن سوف اقوم بشرح المفصل التالي وهو ما اسميه مبصل X الخاص بحركة القبضة لمحور X وهو مركب فوق محور اخراج وفاعل الساعد طبعا سيرفو تكون من سيرفو MG 995 لعزم لوف العزم 2.5 كيلوغرام سنتيمتر طبعا هذا المحور لا يتحمل وزن كبير لانه يدور بمعارزات محور دوران السيرفو لكن كانت مشكلة صناعته هي كيفية حشره او وضعه بحيز صغير على ذراع مفاعل الساعد عبارة عن هاتين هاتين المحملين كرويين مثبتين ببراكيت عدد 2 وقارنتين هاتين احدها مربوطة مع محور السيرفو والثانية مربوطة بهيكل او فريم مفصل التالي مفصل Z3 وهو مهم جدا لزيادة قدرة الروبوت على مسك ورفع الأشياء والتحكم بها وهو مفصل Z3 وهو يماثل يد البشرية هذا المفصل طبعا عبارة عن سيرفو مربوط على محوره مربوط على محوره من قبلي ومقطوعة من مناشر اليدوية مثل هذه القبضة نحتها من شارو المبرد محركين القبضة قبضة عبارة عن زراعين أيمن وأيسر في المحرك هو أيضا سيرفو تحكم به عبر الريات القبضة قادرة على مسك وزن مقتاره 1.4 كيلوغرام بدون أي انزلاق أو انفلات وما يعاد الوزن قنينة مشروبات غازية من الحجم المتوسط أو الكبير ما أعرف العائلي هذه هي المفاصل قبضة واحد زت ثري مين لصناعته بجهدي الشخصي الكامل هنا وقد استغرق مني صناعته وتصميمه واختباره أربعة سنوات من العمل والجهد وطبعا ألاف دولارات بدون دعم من أي جهة الروبوت قابل البرمجة لأداء عديد من الوظائف وهناك فيديوهات كثيرة موجودة عندي لهذا الروبوت وهو يصنع العصير ترقائيا بصورة مستقلة واليوم البرنامج المحمل الذي حملته له وصممته سوف يقوم بصباغة الجدران بصورة مستقلة طبعا هذا النموذج اختباري رغم أنه كلفني أربع سنوات من التصميم والعمل لقلة هكذا معلومات في بلدادنا العربية وانعدام الدعم طبعا وهو بحاجة للتطوير لزيارة دقته من ناحية البرمجة وسوف نشاهد عمله الآن بسم الله بسم الله اشتركوا في القناة نلاحظ أنه بطيء بعض الشيء وهو نموذج اختباري والآن سوف يبدأ بصباغة الصف الثاني اشتركوا في القناة والآن سوف يبدأ بالصبغ الصف الثالث أو العمود الثالث طبعا هو بطيء بعض الشيء لأنه ذكي وفيه بعض الدقة ترجمة نانسي قنقر والآن السطر الرابع والأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا توقف في البرنامج ترجمة نانسي قنقر